المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي من تدعيات عميقة على المنطقة العربية جراء تطورات الإقليمية والدولية بالغة الخطورة وفي مقدمتها العدوان الصهيوني على الفلسطينيين إبراهيم بوغالي وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع في المركز الدولي للمؤتمرات غربي العاصمة الجزائرية ندد بالوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيونية يتزامن اجتماعنا هذا مع تطورات بلغة الخطورة على الصعيدين الإقليمي والدولي تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على منطقتنا العربية يأتي في صداراتها الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني وهو استمار المشروع لاستعمار الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخيب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفرضى